موسيقى اليوم ما وصل الوزير الدولة لنيجيريا للموارد البترولية للمغرب وعندنا هذه في إطار زيارة عمل اللي غاد تكون في هذي يومين هذه زيارة العمل سنشتغل على مجموعة من المجالات والمشاريع الاستراتيجية وجاءت هذه زيارة مواكبة لأولا زيارة جالية الملك محمد سيد سنصره الله في 2016 لنيجيريا والزيارات التي كانت منها للرئيس النيجيري للمغرب وطبعا بعد الاتصال الهاتفي اللي كان ما بين جالية الملك اللاينسرو ورئيس النيجيري في هذي الأسبوع فهذه طبعا الأنبوب النيجيري المغاربي غاد نتكلم عليه بطريقة طبعا جد مهمة غاد ياخذ واحد الأهمية في الاشتغال دينا في هذي يومين وغاد نتكلم أيضا على مجموعة من الورشات والمشاريع لكتهم المجالات للانتقال الطاقي وتنمين واستدامة اللي هي مجالات اللي هي جد مهمة أعطيكم من مجموعة من الرئيس النيجيريا السيد سيبولة عميد تينيبو أعطيكم على المجالات من المجالي المنطقة للنهجي لتحدث عن نانجيريا موروكو غاز النيجيري سيبدأ في 2016 سيحدث عن المنطقة لنجيريا وماذا أرى من الكثير من المنطقة لنجيريا ونجيريا يكون جدًا لعمل مع موروكو ونحن تفكرون المساعدة التي تشعر فيه وذلك لأمر هنا ويؤلون بأن نانبوب النيجيري المنطقة والمشاريع المنطقة للنجيريا والموروكو سوف نتعطينا على كل ما نحن نحن فيه ومن ثم يبدو أن يكون لدينا الهدف من نانجيريا يستطيع الهدف إلى موروكو